من أجدد المواقف داخل إيران من أجدد المواقف والتصريحات التي صدرت من المسؤولين الإيرانيين هو تصريحات للقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ذكر نقاط في غاية الأهمية الآن جاءت هذه التفاصيل وبإمكاني أن أذكرها وهو قال من أنه إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز المجنحة والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة في فواصل زمنية خاصة ومحددة قامت هذه العملية بإخلال عمل المضادات الجوية والدفاعات الجوية الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية من أجل إنجاح استهداف الأهداف الحقيقية والأساسية التي رسمت من قبل حرس الثوري في إسرائيل وهي أهداف عسكرية ذكرتها تسريبات طبعا من جانب قيادات في الحرس الثوري من أنها كانت قاعدتين عسكريتين جويتين في الجنوب الإسرائيلي هذه نقطة مهمة والنقطة الأخرى التي جاءت في تصريحات حسين سلامي القادة العام للحرس الثوري هو أيضا أكد من أنه على إسرائيل أن تعتبر مما حدث الليلة الماضية وأن لا تكرر خطأها هذا لحد الآن كلام ينطبق مع جميع التصريحات السابقة لمختلف المسؤولين الوزارة الخارجية للبعثة الدائمة للأمم المتحدة البعثة الإيرانية لرئيس هيئة الأركان الإيرانية وما إلى ذلك لكن ما الذي يحمل من جديد هذا التصريح وهنا أود أن أشير إليه وهو مهم للغاية أنه قال حسين سلامي في هذا التصريح من أنه على إسرائيل أن تعلم من أنه في حال ردت على إيران على هذا الرد الانتقامي إذا قامت بأي رد فعل فعليها أن تعلم من أن ردنا سيكون أقسى بناء على التجربة التي حصلناها الليلة الماضية من القدرات والإمكانيات الحقيقية للجانب الإسرائيلي وهنا يذكر هو فشل استراتيجي وتكتيكي للجانب الإسرائيلي خلال هذا التصريح بالإشارة إلى فشل القبة الحديدية في اعتراض جميع المقذوفات الإيرانية تجاه الأراضي المحتلة وليس فقط فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمختلف صنوفها بل فشل الدفاعات الجوية الأمريكية فشل الدفاعات الجوية البريطانية والفرنسية التي متواجدة كانت في المنطقة فبالتأكيد هذا التصريح له دلالات عسكرية هامة تأخذها الجهات المعنية على محمل الجد وبالتأكيد الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة يحسب لهذا التصريح برأي المراقبين ألف حساب وهو الآن يتابع ويصرح ويعلن ويجاهر من أنه سوف يتخذ القرار المناسب وهذا سوف يأخذه بنظر الاعتبار في حال أراد أن يرد على الرد الإيراني الحديث عن أن إيران تحذر الولايات المتحدة وتطلب منها من البقاء بعيدا بالفعل هذا أيضا من المواضيع الأساسية التي طرحت من قبل إيران على كافة المستويات إن كانت دبلوماسية وإن كانت عسكرية بطبيعة الحال الجانب الإيراني يرى أن الولايات المتحدة هي متورطة بشكل أو بآخر حتى عندما نأت بنفسها الولايات المتحدة عن العدوان الإسرائيلي على المبنى القنصلية في سوريا قالت إيران من أن الولايات المتحدة لو لا الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل لما قامت إسرائيل بهذه العملية وحتى إن لم تعطي هذا الضوء الأخضر فهي بالتأكيد مشاركة في هذا العدوان من خلال الأسلحة الأمريكية التي استخدمتها إسرائيل في هذا العدوان لكن التحذير الآن يأتي في سياق محدد وواضح للغاية والطرفان برأيي الآن متفقان على عدم التصعيد وهذا التحذير قد يكون واضح المعالم من جهة أن التصعيد أو الرد أو المشاركة الأمريكية في أي عدوان على إيران سوف يجر المنطقة إلى متاهات لا تحمد عقباها وبالتأكيد الجانب الأمريكي أيضا لا يريد أن يفتح النيران على النيران الإيرانية على قواعده المنتشرة في عموم المنطقة فبطبيعة الحال الجانب الإيراني أرسل هذه الرسائل وحتى برأي بعض المراقبين العملية التي حدثت أمس قبل تنفيذ الرد الإيراني الأساسي بإطلاق عشرات المسيرات والصواريخ العملية لتوقيف السفينة التابعة لرجل أعمال إسرائيلي شركة زودياك والسحب إلى المياه الأقليمية أيضا هي كانت رسالة أخرى لكن رسالة عملية وعسكرية إلى الجانب الأمريكي من ضرورة أن يقف جانبا ولا يعبث مع الجانب الإيراني في هذه الأزمة وفي هذا الحرب بين إيران وإسرائيل وبرأي الكثيرين الولايات المتحدة أخذت هذه الرسالة الإيرانية على محمل الجد والتصريحات الأمريكية على كافة المستويات من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وزير الدفاع لويد أوستن إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين جميعها تشير من أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون مشاركة في أي عدوان على إيران وفي أي رد فعل مضاد إسرائيلي قد يقدم على هذا الرد لا تريد هذه المشاركة وجو بايدن منع نتنياهو من أي رد فعل عسكري على المصالح الإيرانية طيب على الجانب الآخر إنعقاد مجلس الأمن من جهة ومن جهة أخرى أيضا الرئيس الأمريكي أعلن عن اجتماع قادة مجموعة السبع هل علقت طهران على هذا لاحظنا أن ليس هناك أي تعليق من قبل طهران حيال هذه الجلسة لكن بطبيعة الحال الجانب الإيراني يعتبر أن مجلس الأمن الدولي لم يعمل حسب ما هو يجب أن يعمل عليه لماذا؟ لأن وزير الخارجية الإيراني عندما كانت الدول الغربية والجانب الأمريكي وحتى بعض الدول الأقليمية تضغط وتطالب إيران بعدم الرد وبعدم التصعيد كانت تقول بصراحة بأن مجلس الأمن فشل في حتى إصدار بيان صحفي وهو أقل مستوى من البيانات التي تصدرها يصدرها مجلس الأمن هذا المجلس عندما اجتمع بطلب من إيران وبطلب من روسيا حيال الاعتداء الإسرائيلي على مبنى قنصريتها هذا المجلس فشل في إصدار أي بيان صحفي لإدانة الجهة المنفذة لهذا الاعتداء وهي إسرائيل فإن كانت إن كان هذا المجلس أو الدول الغربية أو الولايات المتحدة التي حتى لم تسمي الجهة التي نفذت هذا العدوان على المبنى الخنصلية قال وزير الخارجية الإيراني حينها قبل تنفيذ هذا الرد قال في حال هذا المجلس كان يصدر بيان يدين هذا الهجوم فإن إيران كانت تستعدل عن قرارها على الرد لكن هذا المجلس لم يقم بذلك ولدى إيران هناك الكثير من المواقف التي يثبت لإيران ولدول أخرى هي ربما معارضة أو على الطرف المقابل الضفة المقابلة للولايات المتحدة أنه يتعامل بإزدواجية المعايير وأن مجلس الأمن الدولي هو بشكل أو بآخر هو يفقد يوما بعد يوم مصداقيته لدى الدول والحكومات بناء على تحركه وبناء على النقص الذي يواجه في هيكليته من كافة النواحي القانونية وأيضا من ضمان التنفيذ حيث المجلس الأمن حتى إن كان يصدر قرارا ما فضمان التنفيذ هو أيضا موضوع محل مناقشة في هذا المجال والجانب الإيراني أيضا هو ربما شبه واثق من الموقف الصيني والموقف الروسي في حال أخذ إسرائيل هذا الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي نحن تابعنا موقف بكين قبل قليل عندما اعتبرت أن التطورات التي حدثت ليلة الأمس والتصعيد الذي حدث بين إيران وإسرائيل لم يكن لولا العدوان الإسرائيلي على غزة هذا موقف صريح من قبل الصين إذن هو يربط أن ما يحصل في المنطقة هو بسبب العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة وبطبيعة الحال في حال وصول هذا الملف والرد الإيراني على إسرائيل إلى مجلس الأمن موقف الصيني واضح موقف الروسي أيضا هو يماثل الموقف الصيني قبل تنفيذ هذا الرد الإيراني على إسرائيل الجانب الروسي أيضا أكد وقال من أن هذا التوتر لم يكن يحصل في حال عدم وجود التوتر داخل إسرائيل داخل الأراضي المحتلة وعدم وجود الحرب الإسرائيلية على غزة ترجمة نانسي قنقر